السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي بناتي أحبائي أثناء الأجهزة الصيفية عايزين نتدرب تدريب تكنولوجي على منصة جديدة هي منصة وكلت وهي منصة بريطانية هتساعدنا كتير جدا 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 في استخدام التكنولوجيا في التعليم وفي حياتنا العملية نبدأ التدريب مع بعض أهداف اللقاء النهاردة عاوزين نعرف إيه هي منصة وكلت إزاي نسجل حساب على المنصة نعرف إيه هي استخدامات منصة وكلت عايزين نوضح إزاي ننشئ مجموعات على المنصة وإزاي نقدر نشارك المجموعات دي مع الآخرين إزاي نضيف محتوى من مصادر مختلفة إزاي نعمل عرض تقديمي بريزنتيشن لدرس مثلا بدل من من استخدم باوربوينت إزاي أكون سفير لمنصة وكلت في مصر تعالوا نتعرف مع بعض يلا إيه هي منصة وكلت منصة وكلت هي عبارة عن منصة تجميع مجانية بدون أي رسوم تسمح بليك بتنصيق المحتوى اللي حضرتك عايز تحفظه يعني لو حضرتك عايز تعمل ألبوم صور للعيلة ممكن تستخدم منصة وكلت وتشاركه مع أفراد مجموعات في أي حتة في العالم ويمكن حفظ مقاطع فيديو ومقالات وصور وتغريدات على تويتر وروابط أو حتى إضافة نص ممكن حضرتك تكتبه يمكنك أيضا على منصة وكلك أنك تحفظ المحتوى مع إشارات مرجعية يعني ممكن حد من الأصدقاء ممكن يراجع وممكن يضيف بس طبعا مش هقدر يمسح اللي أنت عملته أو ممكن تنظم العناصر ذات الصلة ضمن المجموعة ما هي منصة وكلت؟ كل مجموعة تضم موضوع واحد يعني حضرتك بتعمل collection بيبقى متبني موضوع واحد وتستطيع إدراج كل مصادر المحتوى اللي أنت عايزها من نصوص فيديوهات فيديو كمان ممكن تكون عاملوا على Flipgrade أو يوتيوب أو حتى رابط على الإنترنت أو صور أو ملفات على OneDrive أو Google Drive أو حتى ملف كبير PDF ممكن تنزله وممكن تغريدات من التويتر زي ما أنت عايز ممكن تضيف الcollection بتاعك على وكلت منصة وكلت هي محتوى مرئي تمكنك من حفظ ومشاركة المحتوى مع الآخرين سواء بقى معلمين مع بعض أو معلم مع طلاب أو طلاب مع طلاب ومشاركة أيضا مع زملاء من مناطق ودول أخرى يعني لو عندنا مشكلة زي مشكلة المياه ممكن حضرتك تعمل وكلت وتشاركه مع كل دول العالم وتلاقي طلبة من كل دول العالم بتضيف وبتتكلم وبتشوف حلول لمشكلة المياه استخدامات منصة وكلت في نطاق التعليم طبعا بنستخدمه استخدامات كبيرة جدا ممكن نعمل ملف إنجاز إلكتروني للمعلم والطلب ممكن نعمل presentation عرض تقديمي للشرح الدرس بدل من powerpoint موقع للمعلم بيقوم بتخزين كل أعماله من ملفات وفيديوهات وشرحات حفظ أفكار وروابط مميزة وتعيين مجموعات لإرسال الواجب إنشاء ألبوم صور مجموعة نقاش مع الطلبة والزملاء طبعا منصة وكلت بتعمل دافعية وحافظ كبير جدا بين الطلاب وبعضهم داخل الفصل وبيكون الفصل أكتر نشاط وأكتر جاذبية وبيبقى الفصل مش قايم على حفظ درس وطلقين لا على كمية كبيرة من المعلومات بنقراها وبندخصها وكل واحد بيتسارع عشان يجيب معلومة جديدة تفيد المجموعة استخدامات منصة وكلت طبعا ممكن أستخدمها داخل المنهج وممكن أستخدمها في تخزين أشياء خاصة جدا يعني ممكن أستخدمها كألبوم صور للعيلة ممكن أستخدمها لحفظ ممتلكات ممكن أستخدمها لتصوير أو سياحة أي حاجة أي حاجة تتعلق بهوياتي أو اهتماماتي ممكن أستخدم فيها منصة وكلت وخصوصا إنها بتمكنني من كتابة نصوص وعرض صور وفيديوهات دلوقتي هنعرف إزاي نسجل على منصة وكلت من محرك البحث بنكتب بس كلمة وكلت بس هتظهر لي الصورة دي هضغط على الرابط الأول هيروح ظهر لي ده أول ما يظهر لي ده وكلت هو كاتب لك everything in one place كل حاجة أنت عايزها في مكان واحد عايز تكتب على تويتر ممكن تستخدم وكلت عايز تنزل فيديو من على اليوتيوب هتستخدم وكلت عايز تجيب صورة من على الجهاز بتاعك هتستخدم وكلت عايز تجيب صورة من على الجهاز هو بيقترحها لك هتستخدم وكلت عايز تعمل أي حاجة تتخيلها ممكن تتوفرها لك من العلامة فوق بنضغط على كلمة sign up لأن ده أول مرة بنخش إنما لو بعد كده خلاص سيجلنا وبقى عندنا حساب بنعمل sign in عادي خلص أول ما بنعمل sign up بيقولك get started هنا بقى بيقولك لو أنت عندك حساب على جوجل تخش بي لو عندك حساب Microsoft لو عايز تخش بفيسبوك عادي ما فيش أي مشكلة أي واحد من دول بتضغط عليه بيسجلك على طول ويقولك create an account يلا carry an account بتاعك سجل للإسم اللي أنت عايز تستخدمه والpassword اللي هتبدأ تستخدمه كده أنت خلاص سجلت وبقى عندك collection بقى عندك تسجيل وبقى عندك حساب على وكلت ببساطة شديدة جدا مش محتاجة أي تعقيد نهائيا هنا طبعا بنضغط على ال plus الأخضر عشان نبدأ نعمل أول collection لنا أول ما بنضغط على ال plus الأخضر بيقولي يلا ابدأ بقى enter a title دخل لعنوان ال collection يعني أنت عايز تعمل ال collection بتاعك بيتكلم عن إيه هتتكلم عن your family عن عائلتك ولا عن ال water والمية ولا عن الطاقة ولا عن مشكلة ولا هتتكلم عن إيه بالظبط أنا عايز أعرف أنت هتتكلم عن إيه بالظبط يبقى احنا هنا enter a title ولو أنا أضغط فوق added a cover يبقى هنا هضيف صورة طيب هنا فوق خالص أنا عايز أعرف يا تارك collection ده أنا عامله private خاص لي يعني أنا عايز ألبوم صور لي مفيش حد في الدنيا يشوفه ولا أنا عايز أعمله public يعني عايز حد في العالم كله أي حد يتفرج عليه وممكن يشاركني فيه كمان وطبعا لما حد يشاركك الحاجة بتاعتك دي بتساعدك جدا أن المحتوى بتاعك ينتشر في العالم كله هنا طبعا بنرجع تاني ندخل عنوان ونضيف الصورة اللي احنا عايزنا ماشي طيب هنا بقى ال setting لإعدادات بتاعتنا يا تارك أنا عايز ال collection بتاعي يبقى أغير ممكن الاسم ممكن أغير username بتاعي ممكن أغير password وبعد كده أبدأ collection بتاعي لو أنا دغلت على الصور بتاعتي فدي صور الجهاز بيقترحها لي لو أنا كتبت في أي اسم زي مثلا المياه زي نهر النيل هيديني الصور اللي لها علاقة بالموضوع واختار الصورة اللي أنا عايزها ومجرد ما بعمل click فقط على الصورة الصورة بتنزلي على طولي ده بالنسبة إلى الخلفية بعد كده cover وبعد كده بختار العنوان بتاع collection طبعا هنا بعد كده من plus برضو يبدأ يقول لي يلا ابدأ اشتغل انت عايز تعمل ايه بقى هل انت عايز عندك رابط عايز تنزله ممكن يكون رابط اي حاجة رابط فيديو رابط موضوع رابط تاكست اي حاجة ولا التانية اللي هي A A capital or small D معناها اللي انت تضيف نص اكتب اكتب اللي انت عايزه باي بنت خط واي شكل خط هنا فيديو من على اليوتيوب تضغط عليه تروح على اليوتيوب تختار اللي انت عايزه وتروح جايبه على طول Twitter تضغط على Twitter وتروح تجيب التويتاية اللي انت عايزها او الموضوع اللي انت عايزه لو في اي حد بيدعم بتاعك في تويتا معينة وعايز تجيبها جيبها مفيش اي مشكلة بعد كده عندنا اميج وعندنا اه لو انت في نص كبير لو انت عايز مسلا مذكرة وعايز تنزلها نزلها PDF لو حاجة مخزنها على Google Drive او One Drive مفيش عندك اي مشكلة لو عندك فيديو على Flipgrade برضو مفيش اي مشكلة بتنزله ولا اي مشكلة خالص ممكن تعمل مكون من عشر عناصر خمستاشر عنصر اي حاجة انت عايزها عايز تعمل جورنان اعمل جورنان وضيف به المقالة اللي انت عايز تعملها يعني ممكن تعمله انت واصدقائك جورنان كل واحد يكتب النص وينزل الصور اللي هو عايزها خالص طيب ده بالنسبة الى اضافة نص انت بتكتب طبعا عايز تحازي يمين تحازي شمال عايز ترفق رابط مع النص بتاعك اوكي ترفق الرابط مفيش اي مشكلة عايز تقبر الخط تصغر الخط زي ما انت عايز اي نص انت عايز تكتبه بتكتبه نيجي بقى لاهم خطوة وهي التشير لو حضرتك لو حضرتك عايز عايز تعمل تعمل دعوة لحد من اصدقائك يشاركك ده اوكي انت ممكن ترسل دعوة مباشرة او ممكن بتعمل رابط بتعمل كود للجهاز ده وبتبعته الكود وبيخش انتر كود عادي خالص ويكتب الكود ويبقى يخش معك وزي ما احنا اتفقنا قبل كده هيضيف يعدي يعمل كل اللي هو عايزه معادة ان هو يمسح الحاجات اللي انت حاططها يعني الناس اللي حضرتك هتضيفهم معك على الكوليكشن من حققهم ان هما يضيفهم بس مش من حققهم ان هما يمسحهم الحاجات اللي حضرتك حاططها طيب بعد كده طبعا انا بعمل كوبي للانك وببدأ اشيره وابعته لاي حد انا احنا عايزه باي وسيلة ممكن ابعته عن طريق المسنجر ممكن ابعته عن طريق الواتس ممكن ابعته عن طريق ايميل ممكن ابعته باي شكل مختلف ممكن كمان ااخذ وابعته واي حد معا بيبدأ يقراه الكود ويبدأ يشتغل ويبدأ يتعامل معنا كده احنا عملنا ن Kann trade ودي الخطوة الاولانية او المحاضرة الاولانية لينا في التعرف على منصة منصات تانية ان شاء الله بازن الله وتدريب تكنولوجي جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته